فقراتنا فقرات أمومة هاجسنا هو أن نلبيوا احتياجات أولياء الأمور من خلال عدد من التساؤلات اللي كتتهمهم في ولدتهم في تربيتهم لها خصوصاً في الصحيحة والسلامة والعافية والدراسة وعداد من الأشياء اللي كتهمنا في تربيت ولدتنا اليوم اختارينا قلنا أنه نهدروه شمعية موضوع يكون صحي الويقية دائماً والتوعية بعدد من الأمور خصوصاً أمرات المزمنة اللي كتكون شوية صعيبة بحكم أنه تتكلموا على الربو عند أطفال صغار فكتعرف الخصوص يدل هاد المشكل شوية ماشي سهل لأنه كيواجهوا هاد الوليدات تحديات مختلفة ماشي بحال الوليدات أخرين لأنه كيكون سهلة لكم ربما أنه نتعاملوا مع طفلنا عنده الربو تكون قدراته محدودة لا في اللاعب ولا في الممرسة عن أنشطة اللي كيقدر يكون كيحبها تكونوا خايفين عليه ديما تمرد ديما صححته ولقده وبتالي هاتش يتعكس على العطاء ديالو ولا عدد من الأمور قلنا علشلة أنه دكتور ياسمين اليوم مشكورة ايتشتو غادي تحاول تعطينا كتير ديال النصائح والمعلومات وقلوبنا مع أولي الأمور كانوا أبا ولا أمهات مع وليدات اللي عندهم هاد المشكلة ديال الربو دكتور ياسمين صباح الخير صباح النور شكراً ديزاف على الاستضافة ديالكم ديال مرحبا بك حبيبتي مرحبا بك وتكون تشجعوها بزاف دكتور ياسمين أول مرولها في إداعة لكي أول تجربة ديالي يا مازالة شابة مازالة صغيرة برافو لك يا ياسمين بارك الله تنفرحنا منك نشوف كفاءات شابة وفتيات التجئول هاد المجال لي مشي سهل كنت حدي كبير يا كتنت نعم دراسات طيب وتخصص الحمد لله مزيان كنتك عشقة هاد المساق اه كنت صغيرة كليك يسويني كنقول ليه فاش نكبر غا نكون طبيبا الحمد لله تحقق الحلم بتوفيق ليك يا ياسمين إن شاء الله تكون ماشية آخر مرة ديما تزورينا وطلالينا ونتكلموا لعداد من الموادى اللي كتهمنا وكتهم مريداتنا واخترينا اليوم قلنا بحكم خصوصية الضرف ديال المناخ وديال التقس مقبلين على توديع فصل شتاء واستقبال فصل الربيع هاد الوقت كتكون شوية صعيبة بفعل بفعل فكيف ما كنعرفو فمرض الرابو هو مرض اللي هو منتشر عند الاطفال كيقدر يوصل تلعشرة في المياه ديال الاطفال وكيكتر لنا بزاف أزما ديال الربو عند الوليدات في هاد الابيغيود هادي فاش كيتبدا يشتوي بدا ربيع كينتقلوبات المناخية الوليدات كيجيوا بزاف كيتوقفو فكيمشيوا لزورجانس بزاف لكشي علاش خاسنا نعرفو شوية هاد المرض كيفاش نداويو شنو نديرو ليه كيفاش وسوختو كيفاش الوقاية من هاد المرض وعننا واحد حاجة اخرى بالنسبة للربو فعننا واحد شوية ديال تأخر في تشخيص المرض شوية ديال تقبل مشكل ديال تقبل المرض من عند الاباء اول حاجة ما كاش خصوش بكري وما كيتقبلوش الواليدين هاد المشكل ديالابو ما كيتقبلوش الواليدين ما كيبغوش ده لاش كيخافو وشنو يخافو كيقول لك علش ولدي ديالرابوس ما نبغيش ولدي ديالرابوس والوخ كله هاد فخصنا عرفو إليه تخصنا المرض وداوينها بشكل صحيح وتام ديالرابو عنده لا جلد انا لماذا في تزايد يمكن خليتي انه مشكل ديالرابو كثير يعني كاسمو عليه شو يتغير دروف المناخية واللحنة والعادتنا والشو مقار كيني بزاف ديالاسباب منها السبب اللي هو مهم جدا وهو المناخ وهو الانفيرولمون او الواسط اللي كنا عيشو فيه كما كتشوفو كيني بزاف ديالرابوش ديالرابا واللي كي تلويته والتلويته والتلويته واللي كي ومن اسباب المهمة في الربو عنا حاجته هي اللي هي مهمة من اسباب الربو وهو الدخان او القارو فمن هذا المنبر كان نطلب مننا الاباء إلا كانوا كيكمي وما يكميوش حدا واليداتهم ما يكميوش في الدار ما يديهمش القهوة اللي مسدودين اللي فيهم الدخان حرام في حقهم اه اكزاكتو محرام في حقهم بشكل واليدات ما يديفلوبيوش ديالرابو ويكبروه بطريقة صحيحة عنا العامل الوراثي كذلك اللي تهوك يقدر ادي الربو لذلك كم قنصولوا دائما الآباء وش عندهم الحساسية وش خوت الوليد عندهم تهوما شي حساسية وش نيفوك يسيل كي يحكوه وش عنده القزيمة في الجلد ديالو هادو كاملين تهوما كيكونوا من مسببات اللي كي يدروا لينا الربو عنا كذلك الوميديتي الرطوبة تهوما مشكل كدير مشكل ديال الرطوبة سخطو حنا يفكا زارك عارف الرطوبة بزاف ديور اللي مكانو ما مش مشينش الغموليال الموكات هادو هفهد شي كامل كي يسبب لينا الربو عند الاطفال عنا كذلك المبيدات اه اي حاجة في هالريحة السباغة تهي تقدر ادينا تسبب لينا الربو يعني خاسنا نكونو كنا نردو البعن ودبا مع هادلا سيزون هادلا سيزون عنا سخطو حبوب الطلح وحبوب اللي قاح ليسهية مسبب اساسي اللي رابو زائد على التغذية ما بقيتش عن نموح المناعة كوية بفعل يعني اتهدك العامل تغذية جد مهمة خاس تكون تغذية صحية ماشي عوتاني الوليدات ما كيبغوش ياكلو خاسنا نبزو عليهم شي شويانا ماكلا ديال الدار مقية صحية باش تكون مناعة مزيانا وميد الوليد ماديرش لنا رابو فيما بعد دكتور ياسمين انا تنشكرك على المقدمة لانو باش لتفتو نتبهو لانو موضوع ماشي بسهل منك نقول له تشخيص وتتم تشخيص ديال الربو عند الاطفال فقلنا انو غايكون متابعة ومتابعة سنفاس طويل سنوات طويلة وانتي كتت كتت عالجي لانو ما غايقولوش ديال العام ولا ديال عمين ولا ديال شهر ولا ديال شهرين مش كونا واضحي على هادلا نبدو بعدها بالمشكل ديال الربو عند الاطفال امتا كيبان ندربو عند الاطفال وشوان نقدرون نبدو بحساسية وبعد يطوري ولا ليارابو فكيكون عندهم خلط اولي الامور فهم هذا القضية نعم فبالفعل كيقدر يبدو لنا بحساسية عند الاطفال يبان اللي كالتفل كيبدو غير يحق نيفو ولا إلا مش بلاسة مغبرة كيبدو يعطاس ولا يعينيه كيبدو يحمارو كيبدو يحقوه مزاف هادش كتبدو بوحد الحساسية ولي بدو يكحب مرة مرة ولكن الى بدو هاد الاعراض كيتكرروا كل مرة وبعد كيبدو يبرى لنا بحال ما وقعت شي حاجة يعني ما بين كل مرضى والمرضى كيبرى مزيان فهناي كيبدو نشكوه في الربو وخاصنا نشخصوه امه امه اذا في الول كيبان هاد فقط بحساسية حتى كيبدو يتكرروا لنا هاد النوبات الحساسية عندك ساعة كنقولو بلي هناك ربو امه امه ولو باش ننفرق ونفهم النورة بداية ربو عند ولدي شو غيبان عليك علامات فبالنسبة العلامات جربوا العلامة اللي مهمة جدا واللي معروفة بي فهي الصافير عند الطفل كيتسولي الام كيقولك ولدي كنسمع صدره انا قلت لهيه وانا كنسمع صدره كيصفر كيقولك بحال فلا لس درجة انجال الطفل كيكون صافير في السادر كيكون كيتنفس بصفة بوحد طريقة اللي هي صعيبة عنده النهجة ثم عنا السعال سعال عنده كيكون بطريقة متكررة واحد سعال كيكون حاد واحد سعال كيكون ناشف يعني الكحة كتكون ناشف كماشي عامرة قدروا نحدوها في شو وقت معين ولا على طول يوم كيكح؟ بالفعل كتقدر تبدأ لنا سخطو في الليل وفي الصباح الباكر وعو ثاني الى الولد بدك يدير شي مجهود إنه مشاكي لعب في الصنقاء ولجا عرقان كيبدأوا لي هاد الأعراض فهنا يا غادي نتكلموا على الربو قلنا صافير في صدر قلنا سوعي الحد قلنا نهجة نعم وهاد شي كامل كيكون مرافق لي واحد العلامات آخرى ديالانه نوفاته كيبدأوا يسيلوا الحكة في العينين يقدر تجيسة حساسية ديال الجلد وبعض المرات قبل ما يبدأ لنا قاها هاد نوبات الربو كيبانيك الوليد كيبدا يتعصب ضغياء كيبقى يضروا راسو كيعراق نوفاته كيسيلوا هاد كيبدا يدير لنا هاد الأعراض هاد يتكلمنا عليها علاقة في اللول كيكون شو غايف الحلق في البلعوف من بعد كيهبط لنا الريئتين؟ كيبدا في اللول كيفما قلنا الحساسية كتكون على مستوى الأنف والعلى على مستوى العينين بعد كتابت القصيبات الهوائية كيوقع لنا هو حد الالتهاب في القصيبات الهوائية وهو مزمن �توى Fu ani هاد الالتهاب في القصيبات الهوائية كييخليهاك أنها القطرة ليالها كيصغر كيو يا يعني الهواء بدايدخل وكيخرج بسخمة لها صعبه حيثًا الشلو صغر لا كيصغر ا拍 إليها القطرة ليالها كيبدأ تصوب لينا المخاطب الزاف في القصيبات الهوائية مذهما كيييجعلها التنافس بالنسبة للطفل صعب وكيدر لنا هاد الأعراض هذه جال الكحة و جال السافر و جال النهشة بالنسبة للعلامات وش النموذ يلو كيكون طبيعي مزيان يقدر يكبر يتزاد في الوزن يقدر يتوال ولكي نعودين تمشاكل في النقطة نغمال مو إلا كانوا هاد الأعراض كي تكرروا بشكل كتير كي بداي الوليه بعد المرات ينقدر الوليه يتغيب على المدرسة بعد المرات يبداي هاد شي يخليه ينقص في الماكلة ديالو ما ياكلش مزيان ما يبقاش يلعب بزاف يعني كي يؤثر لي هاد شي على صحة ديالو لذلك هنا يخصنا ضروري ندويه والمرت بشكل صحيح ويدخل الطبيب والآباء كذلك يدخلو باش تكون لعب خيزان شخص مزيانة ديال الطفل ويكبر بطريقة اللي هي مزيانة وعادية طيب انتو مدعوين أولياء أمور آباء و أمهات مرحبا بالأسئلة ديالكم يك دكتور ياسمين بغن نسمعوه وقرأ المتتبعين ديالنا و الأباء و الأمهات حول الأسئلة لك انتم مفاهمينش أو بغن نضح لكم بعض المعلومات أو بعض الحالات كتواجه مع ابنيتكم و أوليدتكم ما كنت مشكلة للرأس و العين من خلال دائما حضر دكتور ياسمين أيتشتو أرقبنا اللي هي 05-22-30-30-00 أو رقم تاني اللي هو 05-22-31-33-33 اليوم تنتكلموه على الرابو فهذا قلنا نودعو فصل و سنستقبلو فصل الرابيع كي يكتر المسببات ديال الرابو و حتى اللي عندو تشخيص ديال رابو كي يزاد مسكين يزاد كي لأنه وبات رابو كي يبدو يكتروه عندو يكتروه في هذا لقيته هذه فأخصنا نتحملوه خصنا نتحملوه خصنا نتحملوه خصنا نتحملوه و نصبروه و يكون مزيان حنا نتكلمو لهذا الشيء هذا حنا نبدو فقط غيب الأعراض و نفهموه بعد العلامات ديق التنفس يقدر الريد يتوقف من نفس يل يدر مجهود بالطبع إلا كان دير شي مجهود وهو عندو لازم دياله ما متحكمش فيه يكون غيك يلعاب ولا ولا كيدير شي مجهود يكون جراه ولا هذا بزاف كي بدو يبنو لنا هذ العلامات و كيفما قلنا هذ السعال بعد المرات كيقدر يكون مجهد بزاف ليخليه أنه ما يقدرش رقع يتنفس بالطريقة صحيحة وبالتالي لجاء التاج للمستعجلات الأكسيجين و إلى آخر تلها الدرجات على هنفهم من جوابك دكتور ياسمي أنه في درجات نوبات الربو نعم في درجات في بزاف الدرجات كينا نوبات الربو اللي غادي تكون خفيفة كينا نوبات الربو اللي متوسطة الحيدة و كينا نوبات الربو لحيدة اللي هي كتشكل واحد للمشكيل كبير بالنسبة للطفل و خاسو ديك ساعة يدويها باش ما تديش به كتكونش علامات أولي مسبقة باش الأولي الأمور يفهمو يفطنو نعم شو كيوقع؟ الوليد كيكون في الأول كيكون مزيان كيبالي كتبدا تشيد كتبدا تتبدا هالنهجة كتبدا هالنهجة كيبدا السوعة لشي شوية كيبدا تنفس ديالو كيطلعو كيهبط ولكن كيهدر إلا كان كيهدر معك مزيان فهذه الساعة كنقول له أنها نوبات الربو خفيفة إمتا كتبدا تسعاب لنا فاش كيبدا الولد ما يقدرش يهدر كيبالي يقول جمال قاسيرة فالنهجة لا يقدرش يكمل لا يقدرش يتكا كيبدا يقالس دائما كيبدا يعرق لنا واللون ديالو كيصفار فهذه نوبات الربو اللي هي متوسطة للحدة واللي خاسها ينبخيزان شعر تدوم دقائق ولا تقدر أيام ولا أسابيع؟ لا كتدوم شوية دالوقت وكتمشي وتقدر تعاود ترجع أما بالنسبة للنوبات الربو اللي هي حادة فهو فكيبدا يبانينا الوليد كيبدا يزراقتها غايمة حيش ما يدخلش الأكسجين كيبدا يسخف ما يقدرش يهدر غيش كليمات ما يقدرش يتكابل سيفة نهائية وكيباليك الصدر جال وكيطلع وكيهبط يعني ما كيبقاش يتنفس بطريقة اللي هي سليمة هنا دخلنا في مكان الخطر هنا في مكان الخطر خاصة كين عوام الخطورة اللي قد تقدر تسبب لنا هذي الأزمة هذي افتردا أنه تيار البارد كان دافي في الدار خرج البرد أو مثلا شمت خان خليت يديه السشائر ديك اللحظة في ديك الان يقدروا ديك اللحظة يبدو يقدروا يكونوا يسببوا ليه في ديك اللحظة بالنوبة يعني ما فيهما والو يقدر بهذه المسببات ما عليهم ما بيش ويدي المسببات يتأكسبوز غير شو يدي الدخان ولا يشمشي ريحة اللي هي مشاهدة ولا كيفما قلنا يبدأ بالعطيس العطيس ثم بعد يقدر يدير لنا النوبة إذيال الرابو طيب، دكتور ياسمي باش كان شخصو انو را 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 عند الطفل ابتدأ أنا اش من سن بعدة قلتي انو كتعطلوا الاولياء الأمور انهم يجيبوا لداتهم باش يدروا تشخص يعني يقدر يجيب كريتا عند الأطفال الرضاع حادة الولادة ممكن يصب؟ نعم مربو نعم بالفعل يقدروا بديجي يتا عند حادة الولادة و عند عند الرعديه ولكن امتى كيجي؟ كيجي كي تكون عندنا إلتهاب دي القصيبات الهوائية جوشت المرات فأكتر إلا إلتهابوا لنا القصيبات الهوائية المرة الأولى ما غاديش نهضر على الربو ما غا نهضر على الربو تل مرة تالتا حيتاش المرة الأولى وتانية ديك ساعة غادي نقولوا أنهم إلتهاب نتيج عن فيروسات واحد الفيروس اللي هو فيروس غسبيغات وخسين سيتال هو اللي كي لي لنا هاد هاد النهجة عند الطفل ولكن بالنسبة للمرة الثالثة تجي هاد النهجة تجي هاد الكحة عند الراضيع فغادي نهضروا ديك الساعة على متلازمات الرابو وللساندغوم آزماتيك إن فا تتكرر صافية؟ صافية إن فاكت تكرر صافية ساعة خاصة ديك ساعة خاصة ديك ساعة خاصة ديك ساعة خاصة ديك عند الراضيع لذلك خاصنا الوليدات الصغر نردوا معهم البنزيان هادو اللي كي تزادوا في هاد الوقيتات ما يبقوش يخرجوهم الأمهات بزاف نحن عارفة المغاربة عزيز علينا ندوشوه بزاف الوليدات الصغار ما تدوشوش الوليدات ما تدوشوش الوليداتكم بزاف سنقتوو تدوشير وتخرجي وتخرجي بالليل غادي نأس ماشي مشكل بالليل وتكون مغطي وحب ويجأتو سخان لك ساعة ماشي مشكل ما دل عدد يل نغسلوه بالليل ما بق ما ها بما نخلق حال ها بما نخلق حال يقول لك اللالل ميمكن نش نغسلوه بالليل اشك تقولي اه اه نحن نعود نذكره بارقمنا 05-22-3030-00 او الرقم ثاني اللي هو 05-22-31-33-33 او ايضا تفعلوا معناه خلال الارقمنا دي الواتساب اللي هو 06-2004 ومرحبا بجميع الاسئلة ديلكم ابا امهات تهمكم الموضوع اكيد ديالنربوا عند وليداتنا فهدر فيها قلنا ديالنتقال من فصل الفصل فيها كتكتر الحدات تكترون النوبات شو غنديروه اكيد احنا غدي نحاولو ننطمنهم امه لما جاينش باش نخلقهم لكن غنطمنهم يلا غديم شورتانجا دكتر ياسمين شو ظهر لك نتسارو شوية فتانجا الله مرحبا نشوفو مريم سوال ديال مريم قوم بعد الراجعين باش نجاوبوها مريم سلام عليكم السلامة وليس عليك مريم مريم شخبارك مرحبا الحمدللله ناركم مبروك مرحبا بك شكرا عليكم على الموضوع شكرا عليكم على الصورة تشكرا عليكم على الموضوع حشكرا عليكم مرحبا أشكركم عليكم جميلة سوف نناهتمو بها لا لا أخينا تسمع الدكتوراة على ابنتي في التفضيل الدولدة بالحق أن الناد بيستي أننا عندها لازم تقريباً لعامين ونس 3 سنين عامين ونس 3 سنين، عرفتوا عندها رابو؟ نعم، كنت تزير لي بثاف وكنا نقوم بكساعة البريات وكنا نصوص لنبوليزاتي المهم، كنا تمرد لي بثاف، وما ما بتخاتمون كنا نقوم بها تقريباً كنا عاوز تزير لي كنا نقوم بها وثاني البريات، ما بشوز مؤخراً، تبعت لها باوحد البنامو الحمد لله، زعما كنت حسون كبير، النوابات وقلالين كنت تقريباً دابس هذا البرد كامل، يلا تزيرت لي واحد المراني اللي وصلنا في عينيس عند الطبيبة، ويا صراحة ما وصلنا لنبوليزاتي ورجعنا، غلط خاتمون ديال هار الشاشة ولونتي إستامينيك الحمد لله، آه، الحمد لله، بالحق دابة مؤخراً تقريباً شيء آموة هذا كنت في مدراسة كبير رياضة، وجاز قلت لي يا ماما، كنت كلعب رياضة وحت شوية شردت الموحسس براسيم بيش قادرة أنت نفسها استخنقت أنا صراحة ديره وجاتني هاد القضية، ومعرفش شنو ندير، واش خاصة تبقى تلعب الرياضة واش خاصة نحاولوا عليها في الرياضة، ولا خاصة ندير لها إنسال ديسبوري، يعني تبقى تيكي شي سبور ليهي مبارل مع المدرسة ومع هادا، هادا والسؤال يلي الدكتورة واش خاصة ندخل هال إنسال ديسبور، ولا خاصة نشوف معهم في مدرسة باش يحاولوا معا عليها في الرياضة يعني تبقى رادي معها البلد، سيّروا لشي هذا، وشكراً لعفو حبيبتي، لعفو، عندك ولدات خرين من غير البنيتة؟ عندي بنيتة خرص غير منها، الحمد لله لما عندك شي فهذا واخا، عندكم شاق ويرياتي فهذا مسألة الرب ولا غير بنتي؟ أنا، أنا، لأم واخا مريم وحبيبتي، إن شاء الله غاد ينتمنوك، الدكتور ياسمي غاد جاوبك وشكراً على إطلالتك وعلى السؤال اللي ترحتي، مهم جداً والله يحفظها لك، الله يحفظها لك، شكراً لك علينا وعليك حبيبتي، شكراً لك شكراً للمريم، أم أكيد بالأسئلة المهمة ممارسة النشاط البدني والمجهود الرياضي عند وريداتنا ممكنش نحرم وريداتنا، يلعبوا، ينقزوا، يديروا نشاط مدني ورياضي فكراً مريم، هذا هو التساؤل عندها عند بنيتان تركيز متي السؤال، دكتور ياسمين، كيف نطمنوها؟ شكراً مريم على سؤال ديالك، بالفعل هذا واحد حاجة اللي هي مهمة خاصة نهضر عليها اللي هي الرياضة عند الطفل اللي عنده الرياضة فأول حاجة، ممكنش لنا نحبسه طفل كيف ما قلتي من أنه يلعب، ولا من أنه يمارس الرياضة ولكن كان واحد الشرط هو أنه هاد نوبادي الرياضة ديالو، لهاد لازم ديالو نكونوا كنتحكموا فيه، يعني كنتخولي باش غادي نعرفوا أننا هاد الرياضة تحكمنا فيه، وأنه بحلبة البنية الحمد لله ما بقوش درس الدواء تبعاته مزيان، قاتك رشاشة ديالها مزيان، ننتي إستامينيك مزيان، يعني راكت تحكم فيه باش عرفنا هاكت تحكم فيه، يعني أنه ما درت شي أزمة قاتلك في هذا الرياضة؟ درت أزمة وحدة مدات شهر، يعني أنه الرياضة راهم حكما فيه الحمد لله هاد بما أنه الربو غاديها نوبا جال الربو قل من مرة في سيمانة ولا قل من مرة في الشهر إلا كانوا هاد النوبا جال الربو ما غاديش تفيقها بالليل، ماشي البنيتة غا تكون نعسى تتفيق لليل ديالينا هاد الأعراض ديال الربو إلا كنت ما كتحتاش كل مرة أنها تدير رشاشة ديال رشاشة زرقالي كيف ما عارفين إلا كنت ما كتستعملهاش بزاف، فهدش يعني أنه الربو جالنا محكمين فيه، يعني البنيتة يمكن لها دير سبوغ جالها يعني دابة بالنسبة للأم مريم، فالبنيتة تخترت دير سبوغ جالها، ولكن من الأحسن أنها تدير لها سباحة اللي هي جد مهمة بالنسبة للأطفال جال الربو، سباحة سباحة كنوصل لها المسيانة، لذا كالعالم اللي عتتها قلت لما أنا من اللي شربت الماء تخنقت، دلال على شنو؟ دلال على أنها درت واحد النوبة صغيرة ديال الربو، اللي تتاكتيفت لها بالمجهود العضالي، ولكن بما أنها درتها مرة في شهر فهذا مش مشكلة يعني أنه الربو جالنا متحكمين فيه، يعني غدي تدير رياضة ديالها، تدير شوية ديال سباحة، وتبدأها بشوية بشوية، وتبقى غادو كتلع في لأن الوليدات اللي عندهم الربو من أهم أو لأفضل أنواع الرياضات هي سباحة، كتعاونوا، كتعاونوا، ما نخافوش عليهم، ما نخافوش عليهم، غير يقدر فشي بلاسة اللي هي سخونة ومغطية، ونشفوه مرقب نشكرا دكتور ياسمين على الجواب، أنتم مدعوين دائماً نستنضغط لنا مفتوح، أي سؤال بغيتو على الرأس والعين، يتعلق أكيد بتخصوص الموضوع اللي كنتكلموا عليه لو الربو عند وليداتنا، فأرقمنا له 05-22-30-30-00، أو رقم ثاني هو 05-22-31-33-33 بعد مريم كدهر لي معنا مكالمة، يك أخي قدر مش نسميهوش كون معنا؟ سؤال؟ سوف نرجع الكازا معنا سارة، صباح النور سارة؟ صباح النور كدر الأخطنية أهلاً وسهلاً، أم سارة ولا سارة؟ أم سارة أم سارة، الله يحفظها لكم، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك، أمي، أمي، كنت أشكرك بزيال الأخطنية على هذا الوقت، معنا سارة حول الليلة كتش فيدينا بزيال كله شايف حبيبت، هذا واجبي ديال كل نهار، مرحبا هناك، استمتاع بكم و معاكم أم سارة، بنيتك، ما حال في عمرها؟ عندها 8 سنين 8 سنين، و عندها المشكل؟ عنده مشكلة، بعنتي مشرت بحد هذه المشكلة لها دولة، لكن السؤال قدر يكون خارج الموضوع، بني كتفاق الصباح كتبقى تعتص كتعتص، غير بمجرد إنما كتفاق الصباح كتبقى تعتص بسياه وعمرك ما قلبتي ما مشيتي عن الطبيب ما عرفت شنو درتي شي فحوصات شي لا لا كتدولي التوطن بيها للطبيبه كتدولي يا رعادي عادي و لكن المشكة كتديرانجين صارح كتديرانجيك انتي ولا هي كتديرانجيني انا انتي يعني كتفقدك لعباس من التالح لما كتفق السباح كتفق سعطس بساعة مسكينة واقع حميتي في اي فصول كالبرد كان صيف كان لا خصوصا في الوقاتي خصوصا في الوقاتي شكرا لك ام سارة شكرا على المكالمة ديالك نشوف هذه المسألة ديال عادي الصباح دكتور ياسمين ليك تزاج بالفهل كيف ما قلنا هادي الوقاية ديال الحساسية و ديال الرابو هادي العلامة ديال عادي الصباح فهو علامة اساسية ديال حساسية ديال الانف و اولا غينية الالرجيك كيف قلولي ديال الصباح تخطوه فاقتو حلات الشراج منيشان على هذا الكوراندير كي اكتيفي لنا هاد الحساسية ديال الانف عند الطفل كي بقي عطس بزاف يقدر المام يبداي العوينات و يبداي يحكهم خاصنا في هاد الحال خاصنا نقلبه على البلاس اللي كي نعصفها الطفل وش هي مهوية وش كتدخليها شمش كيف ما قلنا و اللغطات ديالها وش مغوية وش بحلق المانطات و لذاك شي كيفاش دايرين وش كتشمشهم و لما كتشمشوش في غالب الاحيان كيكونوا هاد اللي زاكاريان اللي هما اللي هما واحد الحشرات ميك خوزكو فيا كيكونوا عايشين معانا في اللغطات و ذاك شغير مخصش يكونوا كتر بزاف لذلك خاصنا دائما نبقاونا نشمشو و نهوي و نقصوه و نصبنوه لكي ممكن اكزاكتوما و بالنسبة لأم سارة تحاول غير تدير هاد الشي ديالنا و تينما فاتش الحال عاد كندوزو اللي تخيط ما انتي استامينيك لو موحل وحل الضواء باش كي نقصينا شو من هاد الحساسية ديال لانف تقدر تور مع الوقت؟ إلا بدو كي تكرروا هاد الأعراض بدات الكحات هي كي تجيو النهجة فهنا كنخافو من أنها تبدأ تدير لنا نوبات ديال الربو حيتي قدتك شخصات قل لها الطبيب الحمد لله مكينوان يعني دابا إن شاء الله غا تكمل غير هاد النصائح اللي قلنا ما غا تدير تاشي إن شاء الله إن شاء الله تبنا و أم صارت كن سمعت الجواب و احنا معكم دائما أم هات و أباء احنا دائما كنتوصوا بالأسئلة ديالكم و هاد شو كي يساعدنا أنا كنت قسموا معنا همكم في هذا الموضوع ديال الحماية و الوقاية ولدتنا من أزمات الربو لقدر الله لأنه قدر خلنا هالمضعفة دياله خاطرة تقدر توقف حياة الطفل في خاطر إلا ما ما تدخلناش سرعة و ما مشيناش لأنك نريف في فتقائك في ضرف تواني ما مقدر الله يسترلوا يدي الضعف لنا لذلك خاس يكون الأب والآباء اللي بغوان بجوجهم خاس يكونو كيعرفو كيف ما قلنا واش نوبة نوبة ترابو حادة ولا ماشي حادة وشنو خاسهم يديرو للطفل في هذه الحالة قبل ما يدوه للطابب وتالي تقدر جيل الأزمة هو ناعس الطفل ناعس في بداية جل الصادح هذي أخطر هذي ناعس مستخدم ناعس طام عليه ما بيهت يبدأ الكحال هلغوانا كيفاش نصرفو؟ هنه يفاش كي يبدأ الدواء اسمحي لي بوحد الحاجة ما قلنا نشطو طالغ بالنسبة للتشخيص فوحد الحاجة مهمة في نوبة ديال الربو وأنه الوليد ما كيدرش لنا سخانة وما كتلاش لي سخانة وينفو كنديرو له الدواء ديالو اللي هما اللي بغانكو ديلاتاتور أو الرشاشة كي يتداوى بشكل سريع يعني هاتشي باش مزيان بعد الحمد لله كي ناعاد القادية مزيان حمد لله علوغاتنا على الأزمة دكتور ياسمين نعتقو شو نديرو شو نتصرفو بعض مرة كيكون إسافاتنا خطأة بعض مرة ما كنعرفوش تنخافو تنخلعو علوغ باش تطمني أو للأمور أب و أم شو نصرفو؟ بالفعل أول حاجة بالنسبة لأب و أم عندهم طفل اللي كي دير نوبات ديال الداقة خاس دائما تكون عندهم رشاشات رشاشة في الدار وخاس لولي دائما فيش مشي للمدرسة تكون عند رشاشة معاه وخاس أولياء الأمور ديالو يقولوا هي علموا المدرسة يقولوا ليهم ويشرحوا ليهم فإنفوالولي ديالينا يبدالينا كي دير هات النوبة ديال الربو ولي عرفنا الأعراض ديالها خاسنا بدأوا نديرو له هاتك رشاشة ديالافون طولين كنديرو ليه واحد رشاشة كنديرو نحاولو ندير ليجوش تال الربعة رشاشة كل ساعة وكنشوفو التطور ديال الحالة ديالو إلا تطور الى الحالة ديالو تطورات مزيان فمزيان ما عنا مناش نخافو تيفوتو الحال وندو عن طباب ديالو اللي غدي يعطيه واحد له تخيطمو اللي غدي يكملو واحد المدة اللي هي طويلة شي شوية بشي قد نوبات درب وميبقوش يجيوها بصيفة اللي هي كتيرة أما إلا ما فاتوش الحال ديك ساعة غدي يخصنا نزيدو ليه للكورتيكويد اللي كيتشرب ماشي اللي كيتشم ماشي المستنشق الكورتيكويد اللي كيتشرب غدي نزيدوه تهو ولكن غن ديرو بح المدة اللي قصيرة ما خصناش نطولو فيه اذا القرار بيه الطبيب ولي كي يقرر فيه الطبيب اكزاكتومان اون فو كيفوتو الحال عوتاني كان ندوه للطبيب اللي غدي يعطيه كيف ما كنقول حنا لو تخيطمو ديالو تخيطمو ديالو فان أما إلا ما فاتوش الحال فديك ساعة خصنا ندوه للمستعجالات أقرب وقت ممكن ما مقوش نتسنه دكتور ياسمين قلت لي الاولياء الأمور ما كيتقبلوش المراد علاش لأنه كان الرابوز كعلاج لأنه مضاعفاتو احنا دائما في أوسطنا تنظيمة تنتهمو هذا الرابوز بعدد من مضاعفات على صحة الوليدات نعم فإلى أي حدد شي صحيح وإلى أي حدد شي خطأ نعم اللي خاصة نعرف بأن هذه واحدة الفكرة خاطئة لأنه بالنسبة للرابوز عشنو كي ديالينا كي عاون أننا نفتح القصيبات الهوائية بشكل اللي هو سريع وبالتالي نعتقو الولد ثاني حاجة خاصة نعرف بكي بدي يقول لك الليلة درت الرابوز الولدي غادي يقول لي كيقول عليه إلا سبع نهلي بيش طريقة اللي هي صحيحة وفي الوقت دياله هذا غادي يبقوا كل مرة فاش يمشي الكنترول دياله عن طباب بغا يبدي ينقس لي من هذو كرشات حتى لأنه ما يبقاش يستعن بيهم قاع ويقول لي ما بقاش عنده مرض يتجل الربو بصفة نهائية ويقول لي كنخافوا من المشاكل دياله وغايدلك هاشاشة العظام كديرا فهد شي ما كانش لأنه هذا سي كتكون لاباس دياله كوختي كويدي هو مستنشق ولي هو ماشي ماشي كيتكال وفقط اللي خاسنا نديرو الوليدات اللي كيدروا هاتشي اللي كيدروا الربو هو أنا نقول لهم يحكوا سنينات ديالهم من مورا كل استعمال من مورا كل استعمال ديال الشاشة خاسهم يحكوا سنينات ديالهم ونراقبوا النمو ديالهم بعد زيارة طبيب خيثت تكون يش مرة في شهر؟ pump في الازمة؟ إذا جاتوا الازمة غادي نطيوه غادي يعطيها طبيب الدواء وغيرقوا لي رجاع عندي من هنا مثلا جوجة ديال السيمانات taxes يراقبوا الطبيب أي إذا بنت في الحالة ديالهم غادي وكتستقر غادي يعطيها الدواء وغادي غادي يعطيه دواء غادي يعطيهم هئه ذي للغد ما عندي مثلا من هنا شهرين مهم وكذلك لهذا يجاعن ديالنا شهرين بنها شهرين و قامسين غادي يرجاع عندي من هنا ربع شهور ست شهور ما ترى صافي العلاج كنا قدروا نغيره ولا كيبقى علاج واحد مني درنات شخص كنبقى لنص الربوس ولا كنقدروا نغيره على حساب حاجيات الطفل نعم فكيني جوش الانواع دي الربوسات كنستعمل وقلنا الربوس دي الازمة دي الازمات اللي هي الافونطولين هذيك ساعة هي اللي خاصة تكون دائما عن الطفل في حالة ما ادا درجة نوبة ثم بالنسبة للعلاج الثاني اللي هو كي كندروا في الكوختيكويد المستنشق كنبدو بيهو اللول حتى الى ما ما تحسنش الطفل ولا ما ما فاتوش الحال هذيك ساعة كنحتاجوا الواحد الربوس اخر اللي هو فيها الكوختيكويد المستنشق ودي بغان كو ديلاتاتور دولانك دوري داكشون ليهو ما كنجمعوهم بجوش فرابوس واحد ولكن هذو كيدداروا للطفل اللي عفيت اربع سنين هذي نشاركو المستمعين دينا المتتبعين دينا هذي مرة ماشي سؤال يعني في الاستنداء ولكن مكتوب على صفحتنا على الواتساب سفر ستا الفين ربع لاف أربع سلام شكرا لكم على الموضوع عفاكا دكتور اللي خليك واش الزوكام والكحة المتكررة غالبا ثلاثة حتى الربعات المرات في فترة الشتاء تقدر تقدر تقدي لقدر الله للربو معلو هذي العلامات واش مع الوقت تقدر تدي بنا للربو معتش شتفل صغير ولا بالغ على كل حل السؤال واش الزوكام يعني الروح الناس اللي كتتروح بزا فنجه زوكام والكحة المتكررة غالبا ثلاثة حتى الربعات المرات في فترة ديالشتاء تقدر تكون عنده أرضية عامل ديال بداية حساسية بداية ربو بالنسبة للزوكام فهو بوحديته أما الكحة المتكررة من غير الزوكام ديك ساعة نقول لك تقدر تدير لنا تقدر من بعد يدير لنا الطفل نوبات ديال الربو أما الزوكام بحدات وليك يبنينا الوليد ضربوا البرد ضربوا البرد كتطلع ليه السخانة بزاف هادش ما عندوش علاقة بها ما عندوش علاقة بزاف الأمات يخافوا تقول كل ديال مرات كتر من ربعات المرات في هاد العام ديما كانت عن طبيب ديما الكحة ديما السائلة ديما هادي واش عندو أرضية حساسية أو ربو نعم إلا بالنسبة للرادع كيف ما قلنا بالنسبة للرادع إلا دالينا جوجة المرات هاد الزوكام هادا حيث هو ما كيكونش زوكام كيبنغن ويفو كيسيلو كيكحب إلا دالينا المرات الثالثة عديك ساعة غادي نفكره في نوبات الربو مرحبا بكم مرحبا بالأسئلة ديالكم هادي تسعدوا 47 دقيقة على موجوداتكم أما فهم أولى فقراتنا محطتنا مع عالم الأمومة تنقش عدد من المواضي لكتهم صحة ولداتنا في مختلف المجالات والتخصصات اليوم حضر معنا مشكورة الدكتور ياسمين أيتشتو تنتكلمه على الربو عند الأطفال بحكم أنه هالضرفية كيف قلنا ضرفية شوية صعيبة وحساسة يجب أن نأخذها بجدية ولكن بدون تهويل أو تاني يقدر التفلي مرس حياته بشكل عاتي طبيعي إلا كان متوازن كي يأخذ الدواء دياله فقطه تستشر مع طباب دياله هالضرفية بأمان ما كيش مشكلة نسمعه دكتور ياسمين كل سؤال على حدة ونجابه عليه تفضل خير قدر والدي عنده ثمان سنين وربع سنين ونصادي وعنده مرض الربو وما زال كي يدربه وزي لحد الآن بغيتنا نعرف وش هاد المرض هاده كيأثر على التركيز ديال الوليدات حيات ما بقاش يركز ليه وكي ينساه وما بحل قتي التركيز دياله مشتس بزاف وبيتنا نعرف وش ممكن هاد الشي برا من بعد يعني وش ممكن يبرا من نوم على الوقت ولا لا علاقات مرض الربو والتركيز قلة التركيز عند الوليدات هل من علاقة خصوصا بحكم الأدولي كي ياخد؟ فالأدوية اللي كي ياخد ما عنداش علاقة بالتركيز وما كتنا نقصش لنا من تركيز ديال الطفل اللي يقدر يؤثر لنا على التركيز ديال الطفل هو إلا كانوا كيجوه نوبة ديال الربو اللي كتير اللي غادي تسبب لي فأنه مثلا ما يبقى يدير تغيب عن المدراسة هاد الشي غادي اللي واحد تأخر دراسي وبتالي غادي نقص له تركيز دياله يعني كيبقى الوليد ما كيبقاش ستابل ما كيبقاش حياته عادية كيولي كل مرة يمرض لنا فهاتش كيقدر يؤثر لي على التركيز دياله وش ممكن يبرع؟ من بعد بالفعل ممكن يبرع كيف ما قلنا خاص طغير يتبع الدوات جعله مزيان والوالدين يتبعوا لي حتى هما مزيان يخاصوا يعيش في واحد المحيط اللي هو مزيان ما فيه مش ماش مهوي يخرجي يلعب على خاطره ما فيه دارة ما فيه دارة وخ ندوذول لسؤال تاني تفضل السلام عليكم عفاك الدكتورة بنتي عند هاتل سنين دابا من شهر تسعود ونيفاك يسيل عليها كان مازال الحال يعني شوية سخون ومن شهر تسعود ونيفاك يسيل عليها لحد دي الان وشي مرات كتبقى تكهب كتكهب بزاف وبالليل كتكهب وتحف الصباح كتكهب ولكن كتكون عندها دي قلوك أحباها عامرة كنشلولي السيرو كتبلي شوية واحد المدة أو تاني كرجع ليها مع أنها كلاحظتها كتعرقش شوية ولا غير رأي بدلت ليها بحلقة بدلت ليها حواجها ما حيتش لقاها كل شي كتكي يضربها لبرد وما عرفتش واش حساسية وخفت لات حيط لأنها مدة طويلة من شهر تسعود لحد دي الان نيفاك يسيل عليها وما عرفش واش نديها للطبيب ولا خفت غيلة تولي لها لا قدر الله الضيقة ولا دعافك إلا كان ممكن واش هاد الحالة يعني تقدر تسبب لها في الضيقة أو العادية شو رأيك دكتور ياسمين من شهر تسعود وهاد البنية نيفاك يسيل يعني بعد اللي خاصة نعرفو هي البنية عندها تلتين يعني أنها مازالة شيشة صغيرة كي المشكلة أنه كتكح بزا في الليل لذلك عندها وبخاصة نعرفوش كتجيها سخانة هاد البنية قلت لك عندها الكحة كتكون عامرة يعني بحلى علامات جيل تعفون قصبة الهوائية مشاغير مشاغير لابونش كيوليد حيث سخطو قلت لنا هي كتتعرق بالليل يعني أنه تعرق بالليل علامة من علامات سخانة عند الوليدات الصغار يعني خاصة نعرفو أولا شنو هاد البنية كتدير واش نو بديل واش متناوي بديل الربو ولا شي حاجة آخرى مثلاً كانت دير واحد الالتهاب لقصيبات اللي غادي يكون تسوغان فيك تالينا مشا في واحد الميكروب وتأفن لنا ذك شي علاش شخطو قل البنية ما كيفوتهاش الحال فالذلك خاص تشوف طبيب ديالها المعالج باش يدليها واحد دول اللي هو أضابط الحالة ديالها هي حتى لما كانش تحسن هاديك ساعة غادي نقدرونها نشوفو واش هو ربو ولا ماشي ربو على نصحات الأمي لك أنت كاتت معلينة مشي تبادر بنيتة ديال فحوصات نعم شوف بادها شنو كاين نعم نعم عادي ماشي عادي قاتلي كي يبرا وكي تعاود ترجع وخاصة نعرفو ما بين هذه الحالات حيث في الربو فاش كي يبرا الوليد وكي يعاود مرض فهذاك الوقت اللي كي يكون باري فيها كي يكون باخر ما عنده تاشي حاجة ما عنده تاشي أعراض ما عنده تاشي حاجة مشي كي يبقى مازال نيفا كي يسير البنيتة هنا قاتليك بقى كي يبقى نيفا كي يسير نيفا كي يسير النقطة هذه كدلك الدكتور ياسمين مدام شارك لها المكالمة نعود نركزو عليها مسألات ديال تعرق زائد والوليدات اللي كي يكونوا عندهم سومنا شوية زائدة وهذا مشكلة الربو يقدر أنه يضاعف الأزماء يقدر كن مرامس كيني مراضي بالفعل فالثو منتها يقدر مضاعفات خطيرة بالنسبة للربو لأنه ما غدش يخلي الوليد تنفس زعم على خاطره هو أصلا عنده مشكل في التنافس مشكل في أنه يخرج الهواء في التنافس الوزن كي يتبعها التعرق الكتيف فتهوك يأثر كدير مضاعفات نرى أن تعاملنا مع الملابيس خصوصا البلدally إشخصنا حدوهم ربو ما لبسوه الليبسوه عاجل مش ينقصوه له مع الملابيس ودائما في الولدات تسط dinosaurها في هذا الموزيم هذا فاش يكونوة أنك سنبذلوا لهم حقيقتهم فاش يكونو كيدوشوا ولكننا غننقصو لهم ولا غنزيدو لها لنقدروا لهم والنقدروا يعطلو عرشوا انعرفو الطبقات ما اللبسناهم data قوش نقصه حافظوا على نفس الطبقات حافظوا على نفس الطبقات شكرا دكتور ياسمين على الجواب بقنا لنا شوية الأسئلة نمشو نتكلمو على سبل تشخيص يعني شو كتديرو باش كتعرفو أنه راتشخيص ديال طفل ديال الربو دكتور ياسمين تشخيص ديال مرض الربو لأزمات الربو فهو تشخيص كلينيك يعني غير ما كنحتاج نديرو لغاديوم ما كنحتاج نديرو تشي تحاليل غير الأعراب كيف ما قلنا اللي قلنا اللي هي نهجة وسعال حاد ومتكرر وحتس على اللي كتكون ناشفة زائد صافير متكرر في الصدر هاتي كامل كي كي رافقو أنه ما كتكونش عالنا سخانة أنه فاش كنديرو لها الراديو كنقوها عادي ما فيها تشي حاجة وأنه فاش كنديرو له هاتي تاوام شبول تشخيص ونفو كنديرو له الرابوس أو للافانطولين كيكون عندو واحد تحسن للأعراض بصفة سريعة هاكا كنشخص المعاد يعني ما كي لا تحاليل دم ولا فحوصات ولا ما كنديرو تشي تحاليل شي من بعد إلا بغينا نديرو شوية الفحوصات كنديرو واحد فحوصات بحل هواية يعني أعراض يفهم مرات سهل سهل وغيابين واضح ما نحتاجوش ورخيص ما نبقوش نكترو على الأباء ما نظهر لك نشوف الأجواء نشوفوا للا زهرة وسؤالي لها زهرة سلام عليكم عليكم السلام للا صباح النور زهرة ما خبارك صباح النور للا الله يبارك لك الله يبارك لك أختي مرحبا بك تفضيح الله يبارك لك أنا عفاك عندي جوج وليدات واحدة انها تساسين وفيها لازم من الانسانس والوليد عندو حساسيات للجلد وحساسيات الأنف حساسيات الأنف هي غيسرامو بانتلي بحلا حيتاش داب خيرا في ديال البادياتر قلت لي إلسطه مع الوقت تحول لازم وعداته وان تختمه ديال الميف ديالورشاشة مع واحدة سيرو ديال الحساسية السؤال ديالي لبنتي أما وليسة في بللي شنو فيه بنتي كنت كنت كان ديالي هالا ناطاسيو ومع الوقت بللي كريز تسادو السؤال ديالي هو واش واش لرائحة ديالكلور لمجهده كتأثر على البيخصون أزماتيك سؤال مهم شكرا لك زهرة بعد أول حاجة على الفتنة ديالك ولا تتبوى ديالك لوليداتك كينا أرضية ويراتية في هذه المسألة بحكم جوج وليداتك كينا أرضية ويراتية كينا أرضية ويراتية والله يشافي الجميع حبيبتي وشكرا لك على الاهتمام وأكيد بسؤالها غدين فيدوا عدد من المستمعين ديالنا اللي قلنا نصحناهم بسباحة اللقف أجواء سباحة كي مادة الكلور نعم كي غنت عملوا معها ولكن خاصة هات كيف ما قلنا تكون في واحد محيط نمزين يعني الوليدات دائما نفشي خرجوا من سباحة نشفوا ليهم شعرهم خاصة يكون كيف ما قلت هادك الكلور ما يكونش مجهد يعني الرائحة ما تكونش كثيرة حيث بالفعل تقدر تكون من مسببات أزمات جل الرابو هات كيف ما هدرنا عليها توطالوغ الروائح بحل دي السباغة الكلور أي مبيدات الحشرية فهي مهيجة وكتقدر تسبب لنا فهذه النوبات جل الرابو علوغ احنا خلال ساقت تزادوا عندها الأزمات تزادوا عندها الأزمات فهذه الحالة فهذه الحالة خاصة البلاسة اللي تدير فيها لنا طبعا ما تكونش فيها روائح اللي هي كتقدر تدير لنا النوبات ثم ما تحقموا عو تاني شو هاد تقولون فهذه الحالة كي يكون مشكلة معنا ما ندير نمشي ونسمعو سؤال دكتور ياسمين تفضل عندي بنتي عندها عامين ونص تشد الكحاف بعد ثلاثة صباح ربعة صباح بزاف من تبعه حتى لدرجة أنها كتقدر ما عرفت شوش هذه الديبو لازم ولا لا واش نخاف زعمات الديبلوبيع نازم ولا لا وشكرا المدسان سمح لي المدسان كان قال لنا أنها غينو فارانجيت في الأول دبرا صف أمو وندم أمو إدمي ونتمنى ويكون خير شكرا بزاف نتمنى ويكون خير شكرا لأب اللي تواصل معنا نطمنوا على بنيته وخيف شكرا لك سعلا كتخافوا كتخلع الوليدة شخصو الوليدة الصغار حيث يتزيرو كيبقوا فينا كما قلنا صغير ورين وحنا كوالدين كان خافوا لي كن شهد شي ما خاصنا عارفو شنا هو بالتبت وما خاصتم مش يخافوا هذا هو الوقت جل هاد الامراض رؤون فو يبدأ يسالي الربيع يبدأ الصف كيوديلو التفل عادي غير هي خاصنا نردو البال شي شوية فاش كيف ما قال قال لي هاتبا بالول كانت انغينو فغانجيت مامليدة بما ما فاتهاش الحال وكيشيها هاد شي هاد الكحة هاد اللي بزاف اللي كتخليها انها ترد في ثلاثة حتى اللى لربحات الصباح هنا خاصنا نسولو حيثاش الوليد حيثاش البنيتة هنا يقلنا عندها عامين أونص هادي نقولو فهنا غدي نقولو هادي موقع لما تلازم ما ترابو قبل ما نقولو متلازم ما ترابو خاصنا نستبعدو شي أمراض أخرى ليسقدر تضيلينا هاد الأعراض هادي حي مثلا لو اغجي او وللوليد فاش كي يبدأ يردح كيقدر يرد هادك شي اللي يردح وشي شوية يرجع ليه المثالك الهوائية جالو ليسقدر تأكتفلي هاد شي وديلي هاد الأعراض هاد يعني خاصنا نشوفو وش كي يرد بزاف خاصنا نشوفو وش فاش كتكون كتردح وش كي تجيها النهجة البنيتة يكما كتزراق حيث يقدر بعد المرات يكونوا مشاكل أخرى مثلا مشكل في القلب يقدر يدر لنا هاد الأعراض مثلا شي توقف القلب يدرنا هاد الأعراض دك شعليش كنسولو وش الوليد ولا البنيتة كتزراق لنا فاش كتكون كتعرق فاش كتكون كتردح ولا ولا كتبقى تعرق لنا كتبقى تسخف بزاف فاش تكون كتردح يعني غير كتردح شي شوية كتسخف وتعياء وتدير وتزراق لنا اللون ديالها فمبعد ما كان أليمينو هاد شي كامل عديك سعر هاد انها دروع على نوبات الرب وديك سعر كي نجير واحد سير واحد هادو كيفوت كيتحسن حالة ديال اللون بنسبة لقبلك يسمع لنا باش نطمنو عش من تخصوصي دق بابو باش يطمأن على ابنك خاسو يمشي عنده يحود لكونسولتاسون عن طابب الأطفال ديالو وعندو وحس حاجة أخرى خاسو يديرها فاش يكونو كي من مورا ما يردعو الرادع ما ينحسوش على ظهرو ينحسو بوحس لأ بخوك اللي بياني يطلعو شوية المستوى اللي كي نعسى ليه باش حتي لا رد ما يصرتش ذك شي اللي يردع شكرا دكتور ياسمين احنا ما زال معاكم في هاد الدقائق اللي كتفصلنا بتبعي الحل باش نختمو هاد الفقرة هادي وندوزوا فقرة أخرى فاغتنموا الفرصات تصلوا بنا عايتولينا طمأنو لسحة وليداتكم فهاد الدرف يقولنا منتقل فصل فصل دروري ما كانو اللي بد مننا نهضروا شوية على مشكلة الربو كيف نتعامل مع أزمات كيفاش نندوزوا هاد الوقتها هادي بسلام وأمان وانا ممكن في الدينة إلا كنا متبعين مولداتنا وكنستشروه أكيد وكننا خطوه الأدوية وما تنوقفوها شي وإن شاء الله يكون هاد شي هاد شي بكي غديمشو نقرلك بعض الأسئلة دائما دكتور مشكور على الجواب سلام السؤالي للدكتورة بنتي عندها ثلاث شهور أدربها البرد دا بكتر من أسبوع ويكتكح كحا عامرا دكتور وخاخديتليها دواء وما زل كتكح الإشارة زوجي مصاب بالربو واش ممكن تكون حتى هي فيها الربو فأول حتى كتكون أردية أو تاني كنزيد ونخافو الأردية كنخافو لكن كيف ما قلنا عند الردع ما غنهضروا على الربو تل المرة الثالثة تل المرضى يعني المرة اللولة فاش غديتمرد لنا غز بديتكح ونويفاتها لسيلو غنقولو هذا فيروس المرة الثانية غنقولو هذا فيروس تل المرة الثالثة غدي نشكو في الربو يديك سعافش غدي نبدو نديرو واحد نبقو نسولو بزاف دي الأسئلة للأمهات ونقلبو الرضيع بشكل جيد باش نعرفو شنو عندو واخا صباحكم سعيد أنا هيند من سطات نسل مالكة هيند منو تكوني كتسمي الجواب ديالك قدك ولدي عندو 11 سنة دكتور وخمس سنوات هذي هو كيستعمل ذاك الربوز لأصفر حينا قلنا ما كيش غير ربوز واحد لحسب الأنواع ديال الرابو ففيه ألوان ربما تعتقدوش كينغيلون واحد ونزرق ولادك وليك نعم زرق أصفر ومن اللي معروفين على أصفر قلت لك تستعملوا هذي مدة تقريبا خمس سنوات واشهد الرابوز كيدير الحركة المفريطة نوبات القلق وتعصاب عن الوليدات نعم شنو رأيك خلس ترشر عندو حت ترشر سنو نعم فبما أنه خمس سنين وهو كيدير الرابوز خسنا نشوفو واش كين تحسن بالرابوز ولم ما كينش تحسن لما كانش عنا تحسن في الرابوز فهنا خسنا نشوفو علاش يعني أنه كينش خالل في شي بلاسة يا إما أنه ما كيديرش الرابوز دياله بطريقة سليمة وإما أنه ما كيداويش مثلا إنا كانت عندو حساسية للأنف ونبغالل ما كيداويهاش وإما أنه قاس عيش بشي بلاسة اللي فيها الغبرة بزاف ولا اللي ممهويش ولا اللي فيها الرطوبة بشكل زماء مفعد هنا يا سؤال جيل جيل السيدة هو واش غادي يدير الرابوز الحركية بزاف فالرابوز شنو كيقدر يدير هو كيقدر يدير تسارع قليل في دقات جيل القلب تعساب والتوتر والقالق لويدة المعصب اللي كيغوتو أما التوتر والقالق ما عندوش يقدر يكون عندو مشكل جيل التوتر والقالق يقدر يكون عندو علاقة مع النوبات الرابوز اللي كاجيه اللي غادي تقدر تقلقو ولي قبل ما يدير النوبة كيف ما هدلنا قبل ما يدير النوبة واقعا كيفاش تعمل مع هالأم ديالو باش تهدنو باش تخفف عليه الأم خاس هتحاول كيف ما قلنا أنها تشوف فين كين خالل باش أنه تقادله الرابوز جيل باش ما يبقاش يستعمل الرابوز بشكل بشكل مفرط وليزيره باش يحيدو حيث أول هدف ديانه أنه يحيد الرابوز وخاس هتعامل معه بصفة بشوية بشوية بالخاطر تحبو في ذاك شلي كياجبو ما ذاك شلي ما كياجبوش وشوية بشوية تبقى معه حتي يتحسن الحالة حتي تحسن الحالة ديالو سختك عندو 11 عام بسي هدي فترة قبل مراهقة قبل المراهقة مشكلة كبيرة شوية ديالتعصف شوية ديالقالق خسا تفهمو خسا تفهمو ترجعو صاحبها شي شوية صاحب معه ماشي ايوها المهمة شوف شوش حال سهلة وصعبة في نسلو فقلوبنا مع ولدتنا أكيد الله يشافي قال ولدات أمين والهلا يعرضوا من الشدر يا رب والأولي الأمور اللي رفضي لهم تنتمنونهم يا ربي إن شاء الله يا ربي وفقكم غي شوية تصبر البارحك الموضوع شوية صعيب واليوم أقوتين الموضوع شوية صعيب غي يصبروا معنا لأنه مواضيع مهمة نتمكن كتير منكم كيقترحا فتبقى دايما نقلبي مع الأولي الأمور ومع الوليدات الله يكون فعوانهم باش ندوزوا هاد الأزمة هدي دكتر ياسمين ايتشتو وندوزوا الأجواء اللي كان فرحوا بأجواء الربيع وتفتحوا الأزهار والروائح الزوين اللي كتعتينا ولكن عند البعض كتكون أزمة ومأساة فهاد الوليدات هادو باش يدوز هاد الفترة هدي بسلام شونو خاسنا نديرو مشو نزوروا الطبيب نشوفوا الدوى دينا شو التحضيرات الأولية المسبقة قبل ما جينا الأزمة فبنسبة لتحضيرات الأولية بنسبة هاد الأطفال اللي كي يعانيوا من مشاكل جربه وانا مخصومي شوفوا الطبيب بجرم فاد الموسم هادا باش كيف ما قلنا هادا كلو تخيتمان دفون ما يحبسوش هاداك الرابوس اللي كي يديرو بصفة طاولة ما يحبسوش يتبعوه مشي غير يفوتوا الحال ما يبقوش يجوه النوبات يحيدو منو دراسو بالتاني ما يبقى كي يعتقد غير في أثناء النوبة كي يستعمل رابوس اكتبا غير أثناء النوبة كي يستعمل رابوس كيفوتوا الحال ما يبقى يديروه كي بقوا يتزادو عليه النوبات كي يقول يمشي كل مرة المستعجالات كل مرة خصوا يتبعوك إلا تبعت دواجلو بشكل صحيح ما غادي هاد شي غي يمكنو أنهو ينقصوه لي هاد النوبات حالو شنو خاصوهم يديرو ما زال كيف ما قلنا دار تكون دائما نشمشوها نهويوها إلا كانوا عندنا حيوانات الأليفات نحاولو نستغنو عندهم صح سيد مشكلة الحيوانات تسقطاتو هات شي كامل يالبيوت نعم نردو البان نعم وليد عنو أرضي حساسية عنا حنا عنا أرضي نحيدو هاد شي كامل وننديروه في الجرداء إلا كانت شرداء ولا وشنو خاصنا نديروه كيف ما قلنا دك شي ديال الروائح بحل القلور بحل المبيدات الحشرية شنو خاصنا نديرو مازال كيف ما قلنا إلا كانت الدار في ها الرطوبة نحاولو نشمشوها شوية الوليدي ببدا يخرجي تمشي شوية بدون نساعدو على أنه يدير مجهود عاد علي شوية بشوية باش هات شي كامل علش كنديروه باش يكون الطفل يكون دخولي لازم جالو يعيش الحياة جالو بشكل طبيعي ما يبقاش مرض ما يبقاش دينا النوبات بزاف وكل مره يدير تغيب عن التراسة كل مره يمشي لمستعجلات هات شي كده اللي واحد الاتراف في الحياة ديالو العادية ما يبقاش مرتاح ما يبقاش مرتاح كيولي مقلق كيف ما قلنا لذلك خسنا نديرو هات شي كامل دوا ما نحبسوش في هاد الموسم هادا نديرو هات الهات شي علاجات طبيعية او امور طبيعية قدروا نعاونو بها الوليدات ممكن نعتمدو عليها دكتور ياسمين ممكن نعتمدو شوية على العلاجات الطبيعية فهي دائما إلى منفعتناش ما قدرناش فهي تيجد مفيدة كنعاونو بدكش ديكي اي حاجة كتطلع لنا الو سيستام ايميوني تاغ الاعجاب والعسل الحور العسل الحور سكينجبير عندك العسل سكينجبير طاري مع العسل الحور والحامط هوا مزيانين فهي كامل كي طلع لنا من جهاز المناعي جهاز المناعي ديالنا وكي عاوننا على انه هو اذا ما تجربوه تنقص غي هو خسنا هات شي نديروه انبارل ماشي نحبسوه دوا ما ديالنا اولا نعيشو الطفل في محيط اللي غادي يديرو ليه مسببات الراب مشكورة دكتور ياسمين ايتشتو صرحة ضوين عليك عن النقاط منسينا وعلو لا هدرنا على كل شي دلنا خاطرقال متتبعين ديالنا جاونا على الاسئلة ديالهم شاء الله نكونوا يربي توفقنا في هاد المرور اعطيناكم اهم ما يمكن نتقال الاحتياط واجب الرعاية دولدتنا لواجبة ممكن انو مريض ديالربو مي خلعنا شي ممكن انو نقدرو ياكا ننفضر عليهم نحكمو فيه نحكمو بالطريقة الرابو مخاصوش يخلعنا نعم نحن فغيبانو لك هاد الاعراض كاتمشي عن طبيب كيشرح لك هذا الشي كامل كتوليو الاباء كيعرفو يتحكمو مزيان في الوليد يالهم الى دالينا نوبة مخاصوش يتخلع يقولينا والديرا كيدير النوبة صافي اغفرناها كيبدو يديرو لا بالعكس غير يعرف يتحكم فيها مزيان غادي يعيش الوليد فيه سلام والاباء تهما ما يتهولوش ان شاء الله يا رب شكرا لك حبيت جاسمين علىها مرورك معنا شكرا لك 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 سلامي لكل أولياء الأمور في هذه الفقرة دي الفقرة أموما نكون وصلنا للختمها غادي مشوفة سيلموسيقية